جاء في مجلة التوحيد في احد اعدادها الصادرة العام الماضي بان وقت صلاة الفجر لا تحين الا بعد عشرين دقيقة من الازان وعليه لا يجوز صلاة السنة قبل هذا الوقت كما اباح البعض لنفس الطعام والسراث حتى ذلك الوقت هذا لا يختلف بحسب الولدان اذا اردت ان الازان يبكي في باء البلد وان صاحب الازان يؤلق بالصرح هذا غلط تحرم الطعام وان على الصائد يحرر ان المؤذن يذكر وعلى الصفح فلا يحرروا الطعام ولا تحل الصلاة لكن هذا مخصى مصر وليت غير نصر في كل بلد ان Samson اذا اعرفان انسان في بلده في قريةه او في مكانه او في قبيلته او في الصحر end اذا اعرف ان المؤذن أذك من الصفح فعلى الصعام لا يحرر على الصدر اليأكل وال Österreich حتى يسررج ولا تحلها الصلاة لا فريضة ولا الراكب الراكب ما تجزي طبرة لا تجزي وأما إذا كان عرف المؤذن أزع الفجر واجب عليه الإنساك عن الطعام والسراب وحلت صراف الفجر وراكب أكثر أيضا فهذا ليس خاصا بمصر ولا بلني مصر فجميع البلاد على هذا النمط على المؤذن يتحرى الفجر فيمؤذن على طلع الفجر وليس للمسلمين يأكل بعد طلع الفجر ولوما أزع ولوما عرف أن الفجر طلع فليس هو يأكل هو يريد الصوف لكن صور فريضة في رمضان ليس له أن يأكل بعدما عزم فجر ولوما أزن مؤذن ولوما أزن مؤذن فإذا أزن قبل فجر وعرف أنه أزن قبل فجر فإن أزانه لا يحرم الأكل والسراب على الصائل ولا يحل الصلاة بل أزانه يكون غلط وفي غير محلة فلا يحجم الطعام على الصائل ولا يبيح صلاة الفجر فإن أزانه بعد طلع الفجر وفي النهار لا في الليل فإذا كان أزانه بكرا فإن أزانه لس في محلة فإن أزانه أول فلا يبعث فإن أزانه فإن أزانه فإن أزانه هل يعرف الفجر حتى يتبين أنكم الخيط الأبيض من خيط الأسر من الفجر يلزم كل مسلم أزف أم يكتفي بأذن مؤذن يتفين بالعذن المؤذن يتحرق ويعتني ولا يؤذن إلى طلب ونسلقوا ونكتوم بالعذن كانوا غادرين يتطوهم بالعذن تعمل على الصحيح سوف يتأكد صحيح ترجمة نانسي قنقر شكرا